أعلنت السلطات التونسية سعيها إلى خفض نسبة الأجور إلى جانب خفض تدريجي للدعم عن بعض المواد وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 بهدف الحصول على مساعدات مالية جديدة أمر اعتبرته حركة الشعب بداية حرب على الشعب التونسي من قبل الحكومة الحالية وحزامها السياسي خاصة حركة النهضة وهو ما قد يقود البلاد إلى انفجار اجتماعي غير مسبوق هذه الإجراءات من شأنها أن تدفع نحو الانفجار الاجتماعي ونحن ندعو شعبنا إلى رفض هذه الإجراءات المؤلمة وندعو إلى عدم تجريم أي حركة اجتماعي من شأنه إفشال هذا المخطط الذي يرمي إلى تزويع المواطنين والمواطنات يعمل والد التركي سائق سيارة أجرة تاكسي وهو أيضا المشرف على إحدى نقابات أصحاب سيارات الأجرة يقول إنه لم يعد قادرا على مجابهة مصاريف عمله اليومية من أداءات وقطع غيار فضلا عن الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات التي لم تراعي طبيعة نشاته ومقدرته الشرائية الأمر المعادش في تونس يلزم تفهم محل يلزم تفهم تعديل يعني كل زيادة فيها تعديل يعني الدولة يلزم تحترم روحة اليوم يخموا في النفهمية ويخموا في القروضات بأي طريقة معناتها مهمهمش في الشعب مهمش في المواطن المفيد يخذوا فلوس المفيد يتسولوا المفيد مش عارف شنو يعملوا والمواطن أخر همهم حال وليد تكاد تنسحب على جميع شرائح المجتمع التونسي خاصة الطبقة المتوسطة والفقراء الذين صاروا عاجزين عن توفير قوت يومهم بسبب غلاء المعيشة وزيادات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية وهو ما جعلهم يوجهون أصابع الاتهام لحركة النهضة وشركائها في الحكم توقعين نزيدوا بالكفية دي وسكتين وينهم الحزاب السياسية المعارضة وينهم مزلسوا النواب الشعب ويني النقابة حكومة فشلت في برشة حاجات وتم تيكموا بش ترجع المواطن التونسي ما عندها حتى حل إخ زيادات يسر بصراحة كبيرة برشة على المواطن والمواطن ما عاشي نشم خالت لا خالت لا على المعيشة لا على النقل لا على الصحة لا على حد شيء وتعيش تونس أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة زادت جائحة كورونا من تفاقمها في ظل أزمة سياسية عطلت عمل مصالح الدولة ولد عبدالله العربية تونس